بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعينوا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين أهلاً ومرحباً بكم طلاب الأعزاء طلاب مرحلة الصف السادس الابتدائي في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت إشراف رعاية وزارة التربية والتعليم النهاردة بإذن الله تعالى معنا بقى درس نحو وانتوا عارفيني إن أنا بحب النحو جداً معنا الدرس بتاع النهاردة درس اسمه النعت وخلي بالحضرتك من درس النعت ده إنه هو مكمل معايا بس مش ابتدائي إحنا ناخده أول مرة في سنة سادسة ابتدائي ونرجع ناخده تاني في تاني عددي وناخده أيضاً في المرحلة الثانوية يعني معنى كده إن ديك كده البذرة بتاعتك فيه سادسة ابتدائي فأنت لازم أن تفهم النعت كويس جداً ودرس النعت مرتبط بالنكرة والمعرفة اللي فهم معايا النكرة والمعرفة كويس جداً يقدر بشكل بسيط إنه هو يفهم إليه النعت وكذلك على فكرة الحال بس إحنا خلينا النهاردة إن شاء الله في درس النعت أحبي بس أوضح لحضرتك كده وفكرك بيه النكرة والمعرفة طب ليه يا مصر بتفكرنا بالنكرة والمعرفة؟ هعرفك دلوقتي يا سيد النكرة يعني اسم ليس به ألف ولام ولا ضمير باختصار شديد طمام كده؟ يبقى النكرة يعني اسم ما فيهوش ولا ألف ولام ولا ضمير يعني أقول لك مثال قلم كتاب كشكول كل دي حاجات ولا فيها ألف ولام ولا ضمير في الأسماء فقط عشان فيه ناس تقول لي على الفعل إنه هو نكرة ومعرفة غلط خالص لا إنت بتقول عن نكرة فقط في الأسماء والمعرفة فقط في الأسماء ما نفعش إنه نقول بقى في الأفعال ولا في الحروب طيب يعني يا مصر بقى اسم معرفة الاسم المعرفة باختصار شديد مش أقول الأقسم حتى بس أنا أقولك باختصار شديد المعرفة اسم يوجد به ألف ولام أو ضمير يعني إيه؟ ديناها مثال عشان نفهم أقول لحضرتك القلم ده كده معرفة عشان فيه ألف وإيه؟ ولام طيب أقول لحضرتك مثلا قلمي إيه ده؟ طيب يا مصر ما فيهاش ألف ولام أجري أقول نكرة؟ لا استنى ما تتصرعش يبقى أنا أقوله القلم يبقى ده معرفة وأقوله قلمي برضو معرفة عشان فيها الضمير بتعليق المتكلم في الآخر طيب قلمك قلمكي قلمنا قلمه كل الضمير يبتيجي في الآخر دي برضو نفس الكلام بتخلي الاسم معرفة يبقى ده الفرق ما بين النكرة والمعرفة طيب يا مصر إحنا هيفيدنا بإيه النكرة والمعرفة؟ في النعت خلونا بقى عملكوا بمفاجأة كده إن شاء الله وهناخد النعت ولكن على الصبورة التفاعلية باستخدام طريقة النكرة والمعرفة وفهمك أصلا يعني نعت هيا بنا طيب أحبائي خلونا كده نناقش بقى مع بعض يعني إيه نعت؟ النعت ببساطة شديدة يعني إنت حضرتك بتدور على صفة بتدور على وصفة طيب يعني إيه مصر وصف بعد إذنك عشان مش فاهم الوصف حبيبي يعني إنت بتدور على كلمة زي جديد، قديم، حديث، طويل، قصير كل دي صفات النعت ده بحنا ندار على صفات بس الصفة دي تليها شروط معينة طب الصفة دي اسم ولا فعل يا مصر؟ لا خلي بالحضرتك الصفة دي بيكون اسم أصلا نقولك بقى تعريف النعت هو إيه؟ النعت هو تابع وهو اسم خلي بالك أهوك تلاك كلمة بين كسين اسم يذكر لبيان صفة مما قبله طب يعني يا مصر مش فاهم يعني إنه تده اسم بيكون وصف بييجي كده يعني اسم صفة بنجيبه عشان يوضع حاجة في اللي قبل طب نخل مثال عشان نفعل هقولك مثلا إيه؟ جاء الولد المحترم هفهمك بقى يعني إيه؟ هفهمك إيه الدنيا دي رقم واحد حبيب قلبي ندور على الصفة ندور على إيه؟ على الصفة فين هنا الصفة اللي هنا؟ أهو كلمة المحترم كلمة المحترم دي وصف جميل قوي واسم حلو يبقى هنقول عليها الكلمة دي ناكرة ولا معرفة؟ رقم واحد لا يا مصر ده الكلمة دي كده إيه؟ معرفة؟ طب واللي قبلها إيه؟ معرفة برضو زيها؟ هو المعرفة والنكرة دول يا مصر إعراب؟ لا طبعا المعرفة والنكرة دول حاجات جواد مادي عشان نفهم يعني أصلا نعم أو يعني إيه مثلا إعراب طيب يبقى أنا عندي معرفة ومعرفة طالما تأكدت إن معرفة ومعرفة والكلمة دي وصف قول عليها نعم يبقى دي كده هتبقى نعم هنسمي دي كده حاجة اسمها نعم واللي قبله ده حبيبي بيورب حسب موقوع في الجملة يعني الولد دي تقربة إيه؟ فاعل بس في اسم كده بنقوله بنقول إنه هو منعود يعني يا مستر منعود المنعود ده يعني الكلمة اللي بتيجي أو الاسم اللي بيجي قبل النعط يبقى أنا عندي في حاجة اسمها النعط والمنعود المحترم دي صفة للقبلها يبقى دي النعط النعط ده كده إعراب طب المنعود يا مستر إعراب؟ لا المنعود ده مش إعراب بدليل إن أنا عاربها لك دلوقتي إيه؟ دي فاعل مرفوع وعلى مطرفيه الضم يبقى أنا قلت إيه بقى كده؟ من اللي جاء الولد؟ يبقى الولد ده فاعل مرفوع على مطرفيه الضم طب والمحترم آه خلي بالحضرتك بقى المحترم دي تحبيبي أنا هقول عليها إيه؟ هقول المحترم دي تمعرفة واللي قبلها معرفة زيها وخلي بالك المحترم دي مذكر ركز بقى معي دي مذكر واللي قبلها برضه مذكر ده رقم اثنين عندي برضه قالك كمان إن هي تاخد نفس العدد يعني العدد العدد يا حبايبي يعني المحترم دي الجيه واحد واللي قبلها برضه واحد يبقى شرط النعت يطبق المنعود في أربع حاجات إيه هما؟ رقم واحد العدد يعني إن ده مثلا ولد واحد والمحترم ده واحد تمام أو لو كان اثنين يبقى اثنين وهكذا العدد آهو وعندي فيه رقم واحد العدد رقم 2 عندي النوع يعني يا مستر النوع مش فاهم النوع يعني مذكر ولا مؤنث تمام؟ يبقى أقول مذكر ومؤنث ده كده خاص بالنوع والعدد ده اللي هو مفرد ولا مثنى ولا جمع وهكذا طيب حلو جدا وعندي رقم 3 اللي أيضا يطبقه فيه الإعراب يعني عندي العدد وعندي النوع وعندي التنكير والتعريف يعني إيه؟ يعني إيه التنكير والتعريف؟ يعني نكرة ونكرة ومعرفة ومعرفة يبقى قوله التنكير والتعريف وعندي رقم 4 حبيبي هنقول الإعراب يعني بقى كده مستر واحدة واحدة تانية عشان نفهم يبقى أنا عندي شرط النعت ده يبقى يطابق يعني كلمة يطابق يعني زي المنعود في أربع حاجات دي شروط النعت حبيبي إيه الشروط دي بقى؟ ده هو شروط النعت أن يطابق الاسم الذي قبله يعني الاثنين يتساوي في العدد يعني العدد يعني مفرد أو مسنق أو جمع النوع مذكر أو مؤنس والتنكير والتعريف ودي أهم حاجة ركز معايا قوي فيها لأننا هشتغل معا أكتر حاجة وعند الإعراب يعني يا مستر الإعراب يعني النعت ده يعربه إيه؟ هنقول للنعت ياخد إعراب اللي قبله يعني لو اللي قبله مرفوع يبقى النعت مرفوع قال له؟ طب لو اللي قبله منصوب يبقى ده هو برضه منصوب يا سلام ولو اللي قبله مجرور يبقى هو برضه مجرور يبقى النعت ده مدوش شخصية يقول لك أنا هشوف اللي قابلي أنا أبقى زيه حلو أقوى على كده يبقى أنا أقول لما جاء عرب هو كلمة الولد ديت يا مستر أعربها إيه ما هو جاء دفع لماضي والولد دفع المرفوع لما ترفعي الضم وبنكو سين كده أقول إنه هو منعود وهتقول للمحترم أقول عليها نعت ماله نعت مرفوع زي الأب يبقى أنا أقول له ده نعت مرفوع بالضم جاء الولد المحترم مثلا يعني طيب أقول لحضرتك باع الحاجة كمان تعال نجرب كمان واحدة تعال يا سين نجرب لما جاء أقول لحضرتك إيه هذا كتاب مفيد المستر قال لي رقم واحد عشان أعرف أجيب النعت أنا أدور على إيه أدور على صفة صفة يبقى أنا عندي مفيد دي صفة جميل طب ديت نكرة ولا معرفها اكتب كتاب وقعيها أقول له نكرة حلو أول طب يا مستر هو كلمة كتاب نكرة ولا معرفها الإسم اللي قابله ديت حبيبي هتبقى نكرة آه ده نكرة ونكرة وخلي بالك أن اللي تنزي بعض في التذكير وفي التأنيس في النوع أهو وزيها برضو في العدد ده مفرد وده مفرد وعندي برضو التنكر والتعريف أو نكرة ونكرة تمام وأقوله الإعراب إيه ده يبقى أنا أقول أصلا أن ده نعت قد ترخير طب وده يا مستر بنقول عليه بنقول عليه حبيبي منعود طب المنعود ده إعراب لا ده مش إعراب أو ليس أهو ليس إعرابا أهو يبقى لكلمة المنعود ده مش إعراب ليست إعرابا يبقى تعالي نعرف بها من الأول هذا اسم إشارة في محل رفع الممتدأ الكتاب أو كلمة كتاب هنقول عليها خبر مرفوع علامة رفعية الضمة طب الوصف ده كلمة نكرة ونكرة وبتوصفها يبقى ده كده نقول عليه نعب طب مش دي كانت خبر مرفوع علامة رفعية الضمة يبقى ده نعبت مرفوع وعلامة رفعية الضمة يبقى حبيبي لو أنت أخدت بالك نكرة ونكرة ليه بقى الخلاصة يبقى الخلاصة الخلاصة نكرة زائد نكرة اعرب الكلمة ديت على ضمانتي على ضمانتي اعربها نعم بس بشرط الله يكرمك وركز معي لازم أن تكون ديت حبيب القلبي شرط تكون صفة تمام طيب تعال بقى أو معرفة زائد معرفة دي القاعدة التانية معرفة زائد معرفة برضو نفس الشرط أن تكون أيضا إيه صفة طيب يبقى أنا هقول عليها نعت طب يا مستر هو النعت ده بيكون اعربه إيه يعني المعرفة التانية دي بتبقى نعت يا مستر النعت بيكون اعربه إيه قلت لحضرتك لو مرفوع لو الكلمة اللي أبلها مرفوع يبقى النعت مرفوع لو الكلمة اللي أبلها منصوبة يبقى النعت ده منصوب لو الكلمة اللي قبلها مجرورة يبقى النعت ده مجرور وشكرا على كده يبقى احنا عندنا دي كده خلاصة درس النعت انا حبيت ان انا ديها لحضراتها طيب ايه يا مصر شروط النعت مع المنعوت يعني الاسم اللي قبله وقلنا المنعوت بكرر مئة مرة المنعوت ليس اعرابا ده مش اعراب ده حاجة بس احنا بنقولها كده لان ده النعت ده لازم يكون شبه اللي قبله في العدد في النوع في التنكير والتعريف في الاعراب ده كده حبيبي الخلاصة بتاع الدرس النعت عشان تبقى فاهم معيه تعالوا بقى نرجع للصبورة العادية وناخد مع بعض الامثلة ونطبع عليه اكثر هيبقى طيب احباي احنا كده اخدنا مع بعض حلقة كده مع بعض كده عن النعت واعرابه وقلنا كده مع بعض شوية الحاجات المهمة اللي احنا نركز عليها يبقى النعت انا بستخرجه ازاي بتدور على صفة ويه بتشوف الصفة دي ناكرة واللي قبلها ناكرة زيها او معرفة واللي قبلها معرفة زيها نشوف برضو مثال عشان نفهم اكتر لما اقول لك كرم المعلم التلميذة المتفوق حبيبي الحلوين فين هنا الكلمة اللي هي صفة ركز معايا اقول المتفوق طب جميل اوي يبقى المتفوق ديت اه الميستر قال لي لازم ان تكون شبه اللي قبلها في التنكير والتعريف خلي بالك هو كده كده كل الحاجات التانية التلات شروط التانية هيتوافقه فاكتر حاجة تركز عليها ناكرة ومعرفة يبقى انا هقول له المتفوق دي معرفة واللي قبلها معرفة وصفة بالله علي تذكر دائما اقولك ناكرة وناكرة ومعرفة ومعرفة بس بشارت المعرفة التانية او النكرة التانية هتبقى صفة ركز اوي ركز اوي طب لو مجاتش صفة لا ده تبقى حاجة تانية خالص وأقول هلكم ما تقلقوش يبقى انا هقول له التلميذ المتفوق يبقى انا عندي التلميذ دي منعوت يعني يا مستر منعوت يعني الكلمة اللي قبلها طب هو المنعوت ده اعراب اتفعت محرطك ليس اعرابا يبقى المتفوق ديت هي النعت يبقى خلاصة الامر النعت هو تابع يذكر بعد المنعود ليبين صفة من صفاتي عشان يوضح لي حاجة من ضمن الحاجات بتاعي أو الصفة من إيه من الحاجات بتاعي طيب تعالى بعد كده آه قلنا بقى إيه شروط النعت لسألنا على الصبورة دلوقتي قلنا النعت يتبع المنعود في النوع يعني مذكر أو مؤنت عندي برضو في التعريف والتنكير يعني ناكرة ولا معرفة عندي الإعراب يعني لو النعت اللي قبله ده جاي مرفوع أو منصوب أو مبرور هو بياخد نفس الإعراب طب حلو جدا تعالى العدد مثنى أو جمع وهكذا تعالى بقى ناخد أمثلة كده يحرص التلميذ المتفوق على حضور الدرس فين الاسم اللي جاي صفة هنا ركز معايا المتفوق طب المتفوق دي معرفة وصفة كالترخيرك هبقى اللي قبلها ناكرة ولا معرفة معرفة زيها معرفة ومعرفة على ضمنتي يبقى نعط طب تعالى نعط بقى كده من اللي يحرص يحرص التلميذ التلميذ ده فاعل فاعل مرفوع يبقى المتفوق نعط المرفوع علامة رفيق ضم طيب الطلاب المتفوقون محبوبون إيه ده هتقولي يا مس одном طب انا عندي هنا صفاتين انا عندي في المتفوقون ومحبوبون استندى بس اسمع منه محبوبون لو انت شفتها ناكرة ولا معرفة ناكرة طب ولا قبلها معرفة هو انا قلتلك في القواب بتاعة النعط ان المعرفة بتيجي الاول بعد كده ناكرة قلتلك لأ انا قلتلك ناكرة وناكرة ومعرفة ومعرفة يبقى هنا كده ما ينفعش إن أنا أقول على محبوبون دي ما ينفعش أقول على نعت برغم إن يا صفة خلي بالك طيب أمال المتفوقون دي هتبقى إيه المتفوقون هي النعت طيب شمعنا يا مستر علشان المتفوقون جايا لي أحسنتم صفة وجايا لي معرفة واللي قبلها معرفة زيها يبقى شرط النعت يبقى معرفة أو معرفة أو ناكرة أو ناكرة بس بشرط الكلمة التانية تبقى صفة يبقى أنا عندي الطلاب دي مبتدأ مرفوع علامة رفعية الضمة عندي المتفوقون هتبقى نعت مرفوع خلي بالحضرتك بقى هقول لك ملحوظة ياريت تكتبها بعد أو تكتبها معايا إيه هي؟ المتفوقون حبيبي في حد سمعته كده بيقول لي نعت مرفوع علامة رفعية الضمة أقول لك غلط هتقول لي يا مستر مش أنت قلت لي إن النعت بياخد إعراب اللي قبله قلت لك آه تمام حصل هتاخد إعراب اللي قبله بس هتاخد الإعراب يعني الرفع والنصب والجر لكن رفع بإيه ونصب بإيه وجر بإيه على حسب كلمتك يعني إيه يا مستر مش فاهم هقول للحضرتك يعني أنا عندي الطلاب المتفوقون دي المتفوقون دي جمع مذكر سالم فلما تيجي تقول لي نعت ما تقوليش نعت مرفوع بالضمة هتقول لي نعت مرفوع وعلامة رفعية الواو لأنه جمع مذكر سالم ياريت بالله عليك تكون كتابة الملحوظة دي معي طيب أما الكلمة محبوبون دي هتبقى إيه خلي بالك الطلاب المتفوقون ملهم إيه اللي يكملك معنى الجملة محبوبون يبقى محبوبون هتبقى خبر مرفوع علامة رفعية الواو أنا قلت في المثال ده ملحوظة يريد تكون كتابة بأكد عليك أول طيب تعالى رأيت عصفورا مغردا رأيت عصفورا أنا عندي رأيت من اللي رأى أنا اللي يتقى الفاعل يبقى ديك كده ضمير مبني أهو ده كده الفاعل تمام عصفورا مفعول بيه منصوب علامة نصبي الفتح عصفورا مغردا مغردا دي هتناكرة والكلمة اللي قبلها ناكرة يبقى اللي اتنين ناكرة وناكرة والكلمة التانية مغردا صفة يبقى دي نعت طب نعت ماله أشوف الكلمة اللي قبلها معصفورا دي مفعول بيه منصوب يبقى ده نعت منصوب وعلامة نصبي الفتح طيب سلمت على طالبين مشتهدين سلامت على الطالبين مشتهدين فين هنا النعت النعت حبيب كلمة مشتهدين يبقى هنقوله مشتهدين ديت هتبقى ناكرة وعندي طالبين طالبين ديت اسم ناكرة قبله ناكرة وناكرة وكلمة تانية صفة يبقى ده مشتهدين هتبقى أحسنتم يبقى قول عليها نعت نعت مجرور وعلامة جريه ألياء لأنه مثنى طيب الأشجار المثمرة كثيرة فين المعرفة والمعرفة ولازم أن تكون الكلمة التانية صفة أنا عندي المثمرة يبقى المثمرة ديت هتبقى نعب وحب زيارة الشواطئ الجميلة طيب الشواطئ الجميلة وإعراب كلمة الشواطئ مضاف إليه عشان ناكرة ومعرفة طيب والشواطئ الجميلة الجميلة ديت صفة ومعرفة والأبلاجة معرفة زيها يبقى شكرا أنا كده إيه أنا كده خلصت وقلت إن ديت نعت مجرور وعلامة جريه كسر يبقى الخلاصة ده النعت إنها أعطي ناكرة وناكرة ومعرفة ومعرفة بس بشرط الله يرضى عنك افتكر إن لازم أن تكون ناكرة ومعرفة تانية تبقى صفة ما ينفعش تجيب لي حاجة تانية طيب يجب على أمتنا العربية أن تتحك واحدة يقول لي فين أصلا الوصف هقول له استنى العربية دي بوصف العربية يعني يكونها يعني من العرب يعني يبقى العربية دي توصف تمام ومعرفة هتقول لي طبعا لأبلها مستنى ناكرة هقول له غلط ركز كويس لو ركزت كويس هتلا إن أمتنا دي أصلا معرفة عشان فيها ضمير في الآخر يبقى على حرف جر عندي أمتنا اسم مجرور وعلامة جرية الكسرة وهقول لي العربية ناعت مجرور وعلامة جرية الكسرة عشان ناعت بياخد عرب الأرض طب حلو جدا يبقى خلاصة الأمر كده إحنا عندنا أمثلة برضو تانية أهوات كده هنأكد برضو عليها في مصر خير وفير حبيبي فين الكلمة اللي هي النعت اللي هي كلمة وفير يعني وصف يعني طب وفير ديت هتبقى ناعت مالو ناعت مرفوع علامة رفيه الضم طب ليه مرفوع يا مستر عشان خير ديت أصلا المفروض تبقى مبتدأ ستبقى مبتدأ مؤخر في حرف جر مصر اسم مجرور وعندي خير كلمة خير ديت ديت أصل الكلام يعني خير وفير في مصر ده أصل الكلام يعني اللعبة كده نجيبها لك شوية عشان تشغل دماغك معي لو أنت فاكر التلمي الأولاني قتلك الجر ومجرور ما ينفعش يجي في أول الكلام يبقى أنا أقول له وفير ناعت مرفوع علامة رفيه الضم إيه السبب؟ علشان ما ينفعش يبتدي بالجر ومجرور فأنا جبتلك خير مبتدأ مؤخر طب المواطن الصالح ثواني ده كلمة الصالح عندي هنا ليه؟ عشان معرفة ومعرفة والكلمة التانية وصف ما الصالح ده وصف يبقى أنا أقول له ده ناعت مرفوع علامة رفيه الضم عشان اللي قبله برضو إيه؟ مرفوع طب تعال بعد كده إن المسرحية الناجحة وسيلة وسيلة التطقيف تعال بقى هزنو أكينا في حتة إيه هي؟ المسرحية الناجحة هتقول لي الناجحة ديته مستر وصف تمام ومعرفة طب معرفة واللي قبلها معرفة وهي غاية وصف يبقى ده كده ناعت طب ما المسرحية ديت اسم إنه منصوب بالفتحة يبقى أنا أقول له الناجحة هتبقى ناعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة طب حد هيقول لي طب ما فيها مستر كلمة تطقيف مش ديت ناكرة واللي قبلها ناكرة وسيلة ناكرة وديت ناكرة أقول له غلطان ليه؟ عشان كلمة تطقيف لو أنت واخد بالك معايا حبيبي ديت تطقيف دي مش صفة يبقى أنا هنا وقعتك يبقى وسيلة إيه؟ وسيلة تطقيف؟ لأ مريم الصفة طيب تعال بعد كده كل يد بناء ترفع صرح الوطن أنا عندي هنا حبيبي كل يد بناء كل مبتدأ يد مضاف إليه عشان بيجي بعد كل يبقى مضاف إليه طب بناء يبقى نقول على كلمة بناء هنقول عليها أن هي إيه؟ أحسنتم نعم يبقى نقوله نعت يبقى نعت مجروع على ما جريك أسر طب تعال بعد كده الخطان المتوازيان لا يلتقيان الخطان المتوازيان لا يلتقيان هقوله الخطان ده آه أحسنت يبقى نقوله الخطان جميل يبقى ده كده مبتدى مرفوع علامة رفيه الضم ولا علامة رفيه الألف أحسن ركز معي يبقى الخطان مبتدى مرفوع علامة رفيه الألف عايزك تكون ركز معي أكتر المتوازيان ده مسنة وجاي بعدها ومعرفة ومعرفة يبقى هنقول عليه نعت طب نعت ماله نعت أقول عليه نعت مرفوع ولا مجرور ولا منصوب يبقى هقول نعت مرفوع زي القبله يبقى هقول نعت مرفوع علامة رفيه ها أقول الضم ولا الألف أحسن يبقى أقول نعت مرفوع علامة طرفي الألف لأنه مثام رأيات المستعمرين المستبدين تتهاوى يبقى أقوله رأيات المستعمرين المستبدين آه طبعا عندي المستبدين دي معرفة واللي أبلها معرفة زيها يبقى أقول عليها حبيبي إيه؟ أقول عليها أن هي نعت طيب يبقى أقوله المستبدين نعت إيش معنى؟ علشان الكلمة اللي أبلها المستعمرين دي معرفة والمستبدين وصف ومعرفة يبقى ده كده نعت يبقى أنا أقول له نعت مجروع علامة جريء الياء لأنه جمع مذكر سالم تعال بعد كده حبيبي يحفل التاريخ العربي بأسماء كثيرة من العربيات الخالدات تعال كده نشوف يا سيدي ينفع عندنا أقول يحفل التاريخ العربي ينفع أقول لي يا مستر العربي ديت أنه نعت أوه طبعا أن أنا بوصف هنا أصفها يا جماعة يبقى العربي ديت هقول له إيه هقول له وصف وجالي معرفة واللي أبلاه معرفة يبقى ده كده نعت طب في حاجة كمان بأسماء كثير من العربيات هتقول لي يا مستر استنى ده فيه أسماء وفيه كثير ينفع أقول عليه نعت غلط عشان لا تطبقها لا تطبقها في حاجات تانية زي إيه يعني عندي هنا مثلا إيه عندي هنا أسماء دي جمع فمش هتنفع تمام طب وعندي هنا كثير كثير ديت هتبقى إيه المفرد طبعا مش عشان هي بتدول على كلمة كثير فهي هتبقى جمع لا تمام فانا هقول له دي ما تنفعش طيب تعال بعد كده بيقول لي إيه العربيات الخالدات من حرف جر والعربيات اسم مجروع علامة جريه كسرة طب والخالدات الخالدات ديت وصف يبقى معرفة ومعرفة يبقى نقول عليها نعت مجروع علامة جريه الكسرة يبقى حبيبي الحلوين مش شرط إن أي كلمة ناكرة وناكرة أو معرفة ومعرفة تبقى نعم الشرط بس بتاعها إن هي تبقى صفة بقى أكد عليها تكون وصف طب لو جيت قلت لك مثلا مدخل قناة السويس مدخل مدخل دي مبتدأ طب قناة ينفع إن أنا أقول على كلمة قناة هتقول لي ناكرة وناكرة ويبقى نعت خلاص لا غلط ما تحسباش بقى كده لإن كلمة قناة دي مش وصف دي مش صفة دي مش طويل ولا قصير ولا عربي ولا أدبي ولا قلت أي حاجة من الحاجات دي مش صفة خالص يبقى ما ينفعش إن أنا أقول عليها إن هي إيه إن هي نعم ما اللي هنقولي عربة يا مستر لو ناكرة ياريب بقى تكتب دي معايا الله يكرمك لو ناكرة وناكرة والكلمة التانية تكون وصف يقول عليها نعم تمام ولو ناكرة وناكرة والكلمة التانية مش وصف قول عليها مضاف إليه يعني ما قلت لك مدخل قناة كلمة قناة دي هتبقى مضاف إليه يبقى عشان كده أكدت عليك وقلت لك ناكرة وناكرة بس بشرط إن الكلمة التانية يكون صفة أو معرفة ومعرفة وكلمة تانية يكون إيه صفة طيب يبقى أنا عندي كلمة الخليدات آخر حاجة قلنا عليها أن هي نعت مجروع على مجرية الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم تعالى النعت دي بقى القاعدة القاعدة بتاعتنا بتقول إيه؟ النعت هو تابع يذكر بعد المنعود ليبين صفة من صفاته ويتبع النعت المنعود فيه الأربع حاجات اللي احنا اتفعنا عليهم حبيبي الأعراب ويقولنا كمان يعني أعراب يعني رفعوا نصب وجر طب هل معنى كده؟ إن أنا أقول مثلا مرفوع بالضمة فاللي بعده يبقى مرفوع بالضمة لا مش شرط زي ما قلت لك الطلاب المشتهدون أنا عندي حبيبي الطلاب ده قلت مبتدأ مرفوع علامة رفعية ضمة جميل والمشتهدون وصف ليها بس ينفع قول نعت مرفوع بالضمة غلط يبقى ركز معي قوي يبقى أنا أقول نعت مرفوع هو بس بياخد المنعود والنعت بيتشابه في الأعراب اللي هو الرفع والنصب والجر لكن مش بيتشابه في العلامة بتاعت الإعراب يبقى أنا أقوله نعت مرفوع علامة رفعية الواو لما أقولك الطلاب المشتهدون طب عندي تاني حاجة التعريف والتنكير دي أهم حاجة أكد تعليق فيها ناكرة وناكرة ومعرفة ومعرفة بشارة تكون صفة ما تكونش حاجة تانية غير الصفة تعال بعد كده النوع النوع يعني مذكر أو مؤنث يبقى لازم أن النعت ومنعود يكونوا زي بعض في التذكير والتأمين آخر حاجة خالص العدد العدد يعني تقولي المفرد والمثنى والجمع وهكذا طيب يبقى كده حبائي دي كده الخلاصة في درس النعت يبقى النعت عندنا ناكرة وناكرة ومعرفة ومعرفة بس بشرط كلمة التانية تكون إيه؟ تكون صفة ناكرة وناكرة معرفة ومعرفة والكلمة التانية تكون صفة ما ينفعش أن أنا أجيبها غير صفة طب لو يا مصر مش صفة يبقى التفاني تبقى مضاف إلي أنا مش بعمل كده معاك علشان أخلي استنباط في النحو بالعكس النحو على فكرة أوسع من كده بكتير ولكن أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا أيسر عليك وسهل عليك الدنيا أكيد طبعا من خلال التدريب يعني أنت لما تتدرب أكتر وتفتح قطع أكتر وبرضو الحلقات القادمة إن شاء الله هنجيب قطع أكتر ونمارس فيها مع بعض التطبيق العملي بشكل أكبر طبعا إحنا نقشنا حاجات كتير الحمد لله في الحالة ولكن هنحاول برضو بقدر الإمكان أن نحن نجيب نماذج وقطع أخرى بحيث أن نقدر نفرق برضو ما بين النعت وناخد إن شاء الله مستقبلا الحال كده أحبائي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم أتمنى من الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح إلى لقاء آخر بحظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة